اشتركوا في القناة 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 تردت يال واحفل يا شهاء كده طمي حتشموا هاو نجو بسرعة نحن تعطين جلعة يا شهاء وانا حايش بير ايه وورا كنتم ده وش يمين من عند فحفة هالي هات شو صورانا عن برويت ما عشوه ما تخاف هاتحد مش هتعدين يا عمدرويت هتعد مش هتعدين هتعد مش هتعدين هاتعدي انا تعد اتعد اللي عليك عمدرويت جبتام ليين دي دي تسليكا رفع القبرة كل القبرة كله الليه اخر اطلع اطلع. 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 اطلع اهو. السادة. من المالي طاية. تسيلي حاجة مش لها ليه. خلص عن مترويج. تسيلي حاجة مش لها ليه. نجمال. تقبل الله العزيم يا رب نجمال. نجمال? خش وراه خش وراه يمين? قدي بتاعي خش. قدي قدي أحاق. قدي قدي قدي. قدي قدي في بروح. تanganى ما مستهى روا نبارا. دها احاق. قدي احاق. وراء ما تتبوش خليك وراء اشتركوا في القناة لا تدخل على روحه بس منهم ديئتين يا كريم اهدى شو بطلت أفور اهدى انت تستهبل يا أشرف وزيرة تتفجر قدام الوزارة بتاعتها وتقول لهدى البالة بقت ملتاشة يا عم ولا ملتاشة ولا اي حاجة بس لازم نهدى عشان نفكر ومش فهنعمل ايه يا ابني نهدى ونفكر دي لما طلعين رحلة ودي الريان لازم فيه اجراءات واجراءات سريعة انا ما عرفش يا اخي انت جاب البرود جامنين ابوك الله يرحمه يعني يوم كان بيمسك قضية كانت الوزارة كلها بتولع عشان كده الله يرحمه جاله الضغط والسكر والقلب قبل ما يكمل خمسين سنة ولو بس ما كانش فيه اعضاية بتقف قدامك يا عم اهدى اهدى احنا لسه بنقول يا هادي لازم يا فيه اجراءات لازم بقى فيه اجراءات يا أشرف يا عم فيه اجراءات احنا بنحقق مع كل طقم الحراسة عشان نعرف مين فيهم اللي صار بخط سر الوزيرة وبعدين بتوع المعمل الجنائي يشغالين اول ما يخلصوا هيبعطونا التقرير وكل رجاليكنا لام وكل عالي مسجلة دولوا واحدهم حوالي 1200 واحد يعني فيه اجراءات فيه اجراءات اهو شغالة وده عشرة ده لازم يتجاب انا متأكد ان ده ورا كل اللي بيحسن هنجيبه هنجيبه متلاقش هنجيبه جو النشارات والمدريات ده اللي ما بيخلصش ها وكل ثانية بتعدي بتدي فرصة للمتهم ده انه اقرب دي عندك حق طب ما انا عارف ان انا عندي حق هنعمل ايه بقى يا عم اشرف يا عم فيه اهبط بقى شوية كده اهبط اهبط ايه اشرف فيه ايه انت خدت عليها قوي ايا كريم احنا عديل وحدنا ولا ويا عمي ده ما يديكش فرصة ان انت تعمل كده ماشي يا سادت المقدمي ممكن حضرتك تهدى شوية بقى هتقفش بقى وتقفى ايه هتستنفكر الواحدي ولا ايه ده عمي انا ولا قافي انا بفكر اديني فرصة ان نفكر بص احنا هنخلي تسايم اليوم واطن شريف هما اللي تدوروا معنا ده ايه الحظ النحس ده بواحد حرامي تافي يسرق سريقة ويلبس هالي ويطلع عليها ناس بلطجية ايه ده عمدرويش بوص عمدرويش بص علي ايه انت طاع في التلفزيون في الشاشة اهو عمدرويش يا راجل الله اهو ايه ده يعني مال انت ماشتلع معي اليالي ايه ماشتلع ان هكذا هم بيحط في المحلات دي كاميرا برا كده عمدرويش علشان يعني ايه يشوفوا الناس اللي تسرق حاجة بتاع فبتعرض الناس لايف مال انت فيين انا بش بجنبي ليه اهلا بجنبك عمدرويش اصلي فيه فرق تاخيرة عمدرويش زي كده البس بتاع يوتيوب بس ايه يوتيوب ايه طب انت ايه طب انت بشوق في جنبي اهو 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 صورتك ماشتلع عليه انا معرويك كاميرا اللي بايزة بقى انا مالي طب ايه طب ايه مش فيه رجل بتكلم بفوق اه وايه شريت بيقى لتحت ده مكهات الامنية تنشر صورة المتهم بتفجير وزارة السحة وتناشدي المواطنونة بالبحث عنه عنك عنك انت عمدرويش بايزة بيقولوا عليك ارهاب فحيم والله يا سيادة اللي هو ده انا حفيت حفيت على بالما لقيته الوظيفة دي في السرب اللي هو يعني يقطع تذاكر وكده وبعدين لقيته جايلي وبيقول لي يا بابا انا عندي تموح قال ايه بسلامته عايز يركب في زبا ويوزع الاكل اللي هو من مطاعم للبيوت لما افزى باش انا دوشت سيادتك بس يعني او بفطفت معك من غلبي وقد اعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي ان المشتبه به كان يحب على مقر وزارة السحة قبل التفجير بدقائق وتم التقاط صورته من خلال كاميرات المراقبة وهو يقوم بعملية التفجير وجار البحث عنه حاليا يا ميلك بتعرفو ده يا باشا هرفو الهرفو بعملية التفجير بعملية التفجير ابنة الصحفية المعفنة دي فيش فايدة فيها ايه؟ انت مش سيجنتها العظمة اللي كان طبعانا فيها هي عظمة واحدة بس ساعدتك بدلنا رميلها شوال عظمة بس هنعمل ايه؟ يعني مسكة في العظمة ببقها ولسه بتهاوهو دو احنا عاملين عندهم اعلانات اكتر من نصف مليون جنيه في السنة وارين الفيدي وارين الخبر ممم لا مش ده ساعدتك ده اللي فوق ده أه عقف خلق يا باشا فيه إيه؟ فاهم بنتجت كل ما هو عييه عنه وقد اعلنت وزارة الدخلية في بيانة رسميا المشتبه بيه كان يحوم حول مقر وزارة الصحة قبل التفكير بدقائق وتم التقاط شورته من خلال كاميرات المراقبة وهو يقوم بعملية التفكير شوف تعطي تفكريني بيقبزتها شخص دي كم مرة برضو نسيتها دي يا ماما بركزة في ايه هاوي كده يا ماما حداك شايف ان دي عملية إرهابية منظمة ومن جهة معينة ولا ممكن اعتبارها حدث إرهابي عشوائي 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 ازاي دي وزيرة وأكيد مستهدفة وأكيد المشتبه فيه اللي بتدور عليه وزارة الداخلية مجرد أداة للتنفيذ ده الدنيا مقلوبة على حدثة دي طيب اهمنا أن نذكر سادة المواطنين ببيان وزارة الداخلية اللي نشرت فيه صور المشتبه الأول في عملية التفكير بعد ما لقطته كاميرات المراقبة بمحيط الوزارة ده عمدرويش نعم أهو يا ماما عمدرويش ده انت تعرف الراجل ده يا طريق أه طبعا تعرفه من إمتى نعم من زمان يا ماما من 5-6 سنين ده بنقول من فتحة الشركة تقريبا بس مش ممكن يكون هو اللي وراء الحدثة دي ده راجل طيب وغلبان جدا انت تعرفه منين أصلا مش شغل يا ماما الراجل عنده سايبر في اسكندرية أول مرة جالي كان جاي ياخد بين سويتشي وكابليات وسوفت ويرز وبعد كده بقى عد من وقت الاتاني ياخد حاجة يسلم لكن لسا عندي النهاردة الصبت ايه؟ في حاجة غلط يا مانو مش مصدق الكلام ده مستحيل عمدرويش يعمل كده ده موسيقى 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 وقد أعلنت وزارة الداخل موسيقى 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 طب كنو خد الباقي عدم الهدوء يا امد الرؤيس بي عمد الرؤيس السندا دي عمد الرؤيس عمد الرؤيس بي عمد الرؤيس انه درويش احنا ماشينا عاكس ماشينا عاكس اتفاق انا مطلعك تلاف دي اخدوه مني بعد الاعداء ايدي بعمل درويش يالله هاني بسود ولا شهر احنا حنفسون قدراتي ومتقابل عندنا محطة السيدة السيدة مين السيدة زينة انا ما شفتوش غير مرة واحدة بعد ما هرب من السجن من اكتر من عشرين سنة وليه ما قلتيش ساعتها كنت هقولك ازاي انت ما كان لكش مكان انت اختفيت ما انا كنت فاكرا انه ماد ما عرفش انه نص عايش وانا كنكون الهم يبعده عن حياتي وحياة طارق اللي بينك وبينه انا مليش دعوك لا انا ما صلحتنا على الكلينة لازم نلاقي ابو جليش ماشينا هنعمل اي يعني اي حاجة نعمل اي حاجة المهم الاول احنا ماشينا سلامه عليكم الله يساعدينك اي حاجة الله يساعدينك كلنا يا ابني هو فين صاحب محل البقالة ده يوه امسك حاجة همسك ايه؟ ده كورتاس تحط فيه تلات اربع بضد وتتوكل على الله كده هاسمع جمال خطوتك ابني يا ابني يا ناقص بيد يا ابني ناقص بيد اقولك انا عايز صاحب المحل ده حاجة حاجة قدير مهاردة بيت مش لازم الفلمانك طب اقول له ايه ده اقولك انا عايز ماهر ادخش ماهر ادخش ميه اللي بيندح علي انا انت ميه؟ درويش اكرباتك لا ماهر اتخرب خلاص وزيرة راحت فضل وزيرة ماهر اتخافش ده بتاع بتاع ايه؟ هو بتاع بتاع كده جوز بنتي لما انت جوز بنتو بتحلو ان روحي من الصبح ليه يعني ولاش عرفتني اللي انت صاحب الانتيخ مش جايز تكون مخبر؟ ده منظر مخبر برضه؟ معلش وده لو مفكر بيطلع غزات بتاع وبتاع بيض انت تعمل في بيتك كدلية ماهر معلش بتاعك بولا بخد في المحيل يا ماهر انت مسدقني ولا لأ؟ عاوز رد بأمانة ولا كلام الاصحاب لبعضيكم؟ يا ماهر معقول يعني انا افجر وزيرة طب ليه؟ يا ماهر انت عارف انت من يوم ما غربتني من السجن وانا بعيد عن العوق بالمشوار يا راجل ده انا مرددش احضر فرح بيتك معجزة عشان ما اطلتش في اي حد من مخبرين اللي بيتحنجله حواليك انت فاكر ان انا نسيها لك؟ ده حتى معجزة اتقهرت وفضلت كاتمة في نفسها طول الفرح كان يوم يسود على بتاعه بتاعي يا عمامة يا عمامة لله لا يسيقك ركز معايا يا عم، ركز معايا يا عم معروف ماشي كانت بعقلي حلاوة بتغلي ليه؟ شوفها ماهر انا عارف ان انت قتال قتلة وقلبك ميت عشق ساو سخان وانا بقولها لك بصراحة انا مركبي في اسكندرية حلقت خلاص ومليش اي حد في مصر احرفه وممكن يساعدني غيرك انت ماهر جالنا لقمتين العشا مشربنا عليهم بماية وامورني عايزي شوفها ماهر انا عرفت من التلفزيون والاخبار ان بعد الشعلطة اللي حصلت للوزيرة دي وكل التفجير اللي حصل ده ان الستة لسه عايشة وفيها الروحة شغلك واي؟ انا بقى فرصتي لوحيدة ان اوصلها هي بقى لو اقتنعت ان الجهاز ده ده لمسقوق وان انا يا ستة جاي عشان ارجع هولك اهو ساعتها بس هتتأكد وتعرف ان انا مليش اي يد ولا اي دخل في اللي جردها ماشي؟ ساعتها بقى هتأمنني من الدخلية وتأمنني من التباني اللي طلقوا وراي في اسكندرية ولا ما اعرفش ملت ابوهم ايه اه مالك يا مية عمال عمال تتلقوا في ايه يا مالك مزنوقة بكسوف مهن بلك عايزة فوقك حاصر ساعة ام اهم فوقك حاصر دوما احنا عديده اه اه تعالي خش خش حط لعمك خش ولا ليك وحشة والله يا عم درويش الله يخليك يا معبزة ايه ده ما شاء الله ابنك؟ امال ابن خالتي؟ ده ابن نزار مين؟ نزار؟ نزار؟ ما شاء الله بتاع جوز معبزة وخلفه نزار ما شاء الله ان الله الامر منقبله ومنبعده ايه ده؟ ده موبايلك يا عم درويش اه لا اصحايا ايه يا انا شاب الله لك يا عم درويش انت حافظ نمرتها اهو ايه حافظ نمرتك؟ خطبت على؟ لا اص انت يعني رديت عليها على طوب بالاس يا ابني او في حد عرف ان نمرت دي غيرك وصلت اسكندرية لسه غارز رجلي في الرمل الزعفران حالا اما هم طميني عليك ابضوا عليك ولا لسه اسفقص على ملافظك اسفقص على ملافظك اه يعني انت لسه هرطة ليك ماشي عم درويش وبطميني عليك بس انا يعني رصيدي مايستحملش مكالمات كتير وانت بسم الله ما شاء الله رصيدك على علبك قد كده انت رجل مطارد ومعاك رصيد ابو عزي حد درويش عارف انا لو قدامك دلوقتي عتزرفني يا فهيه والن اما العزيمة وحشنا وحشنا تلطيشك كمان ماشي لا 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 خضر تدين اللابعش بقى قل وقل يعني انت عايز توصل للست الوزيرة صح؟ صح يا مهد ومش قادر تهبط لغاية ما بسلامتها تخرج والمستشفى بقوله بقوله يا مهد اهبط ايه والسنة ايه مش عايزة السنة طبعا انا في سبق امهد السبق انا لو البليس وصلي وجابني قبل ما اوصل للست الوزيرة محدش هيصدقني وانت عارف بقى الجديد هجيبي القديم وانت فاهم اه بما اني بفهمها وهي طايرة انت كده عاوز تخش للست دي المستشفى مش كده الله ينور عليك للأسف مش بتاعتي انت كده بتخبط على الباب الغلط يا درميش ليه بقى؟ مش سكتها صحني انا اخري في الموضوع دوت ان انا رايح الست دي من بلاو الدنيا واخليها تقابل وجه رب كريم عندما عشان ادخلك مستشفى عليها احراسة وامن عشان تقعد تقانسها وتجالسها مش سكاتي بس الامانة في ناس سكتها دي ناس زي مين انا فكر اللهم ولا حاولة ولا قوة اقيلة بالله والله ما انا عالف ايه اللي بيحصل لي دا يا اخي قضيت عشرين سنة من عمري منسي وبعد السنين دي كلها تجيلي بلوة بلوة بليش دعوة بيها خالص تقلب علي القديم والجديد ايه دا بس ربك غفور رحيم دلوقتي انت محتاج لموضوعك داخل خريطة يعني ايه يعني عايزين عايل ابن قرود يكون دايس المستشفى وعارف ده هلزها وبها رزها يوصلنا لغاية عتبة قوضة الوزيرة ما تقلقش انا هعسعس كده وباذنك يا رب هجيبلك اللي يودينا ما تقلقش حابيبنا كتير وان شاء الله هنلاقي ما عرفش الاقي الوقت حسن الحن صاحي دلوقتي ولا ايه مين؟ حسن الحن الحن؟ عيل ايه؟ حسن الحن؟ اه ماشاء الله يا تاتش من حيس المبدأ انا عناية ليك هو صحيح جرنيه فرانجي بس بقاني لغا ما ياخدش في ادايا ساعتين ثلاثة ربنا يبقى الكنينا بصابعك يا تاتش يعني نستلموه على الفجر كده من حيس النظرية ممكن لكن من حيس التطبيق في مشكلة مشكلة تيها تاتش؟ العيدة بتاعت الشغل المتحرزة متحرزة؟ انا اللي فاهمه ان الحكومة شايلة عينها عنك يجي قطر من عشر سنين ما مش الحكومة اللي محرزاها عمال مين؟ اللي اني اللي من الحكومة مراتي ثانية ثانية انت يا دكتور عايز تفهمني ان اللحاء الوزيرة حقانها من فلاكسي ديل عشان يجي لها بود في الضارة الدموية فتموت صح؟ صح وده مش مجرد استنتاج انا فعلا عملتها تحليل وتأكد طب ولي اللي حقانها محقانهاش بسم صريح سيانيد مثلا كانت ممكن تموت في ظرف خمس ثواني ليه عايزي حينها بحاجة ممكن تتلحق مش عارف بس اعتقد انه كان فاكر ان انا ممكن من الحقهاش مش عارف انت مش عارف اي سم صريح بيبقى لي اعراج جانبها لكن اللي عملها كان عايزي باين انها ماتت موتت ربنا ما تقتلتش عارف ده معناه ايه ايه؟ ان اللي عملها هنا في المستشفى لانه لو كان من بره المستشفى كان زمان وحقانها وطار وحليني بقى الحد منعرف يجيبه هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يعني ايه؟ يعني ايه عطلانة يعني؟ يعني ايه عطلانة؟ هات ايه ده؟ هاد يعني ايه؟ لا ده كل ده قادة المستشفى وشفت الليل كله بممرضانها بعمانها هيبقوا عندي النهاردة بينما فيه ومين ده؟ انا معناش يا دكتور وعاصة بشوية بس ده من ضغط الشغلة المهم حدك ماتدخرش نهاردة عالتحقيق بتحقيق؟ انا حفهمك على كل حاجة سيت عفيف بقى انا يعني موروط ورطة ما يعلم بها اللي ربنا والورطة دي ما حدش هيفكاني منها غير خليفة مش معنى انه بيعمل كده يعني انه حيفس التوبته بالعكس انه بيعمل خير التوبة دي يا اخوي اللي انت بتتكلم عنه اياكش يكون مفاهيمك انه انا حيش عنه لعدة عشان خطر يتوب الله اما ليه؟ اخ منك اخ مفيش فايدة فيك هتقدر طول عمرك كده هتعيش ملاوة وتموت ملاوة الله ما استهمونا يا اخوانا هي العبارة انا يا اخوي هفهمك وهخليكو شهدة عليه الراجل صاحبك ده مش عايز يضرب لي جواز صفر وتقشيرة السعودية عشان ازور بيها بيت ربانه يا و لايه انك فاكرة ان الامر هديد عشيرة وجواز وخلاص يا عجزة فلوس يا اما مش عالة من عشلة خمستاشر الف جنيه ولا حاوزان اضرب لي كريالات كمان هو احنا اللي هنقوله هنعيده تاني ما انا قلتلك انا محوشة خمس تلاف جنيه ومش عايزة منك غير خمسة زيهم يا راجل يا راجل يا مفتري زكي عن ملك الحرام بدل ما تجمعهم حطى بيشويك في نرجو هنم بس ثانية واحدة ثانية واحدة يعني انت دلوقتي مش عايزة تفريجي عن العدة غير لما خليفة يضرب لك البسبور ويضرب لك تأشيلة عمره صح؟ اما لا زور بيت ربنا ازاي؟ وبيني وبينك يا خويا دلالية ورق في الحكومة فيه يجي تلاتين سبقه تلاتين سبقه؟ ها سلام ها دي الناس اللي بتعمل تاريخ تلاتين قضايا مش انت تتشوود الحقيقة هادمة طب يعني حل المسألة دي خمس تلاف جيني صح؟ وجوا السفر عليه تأشيرت السعودية ماشي هزي كان على الخمس تلاف جيني انا بكرة الصبح اكونوا عندك الخمس تلاف جيني انا مش هدفع حاجة يا عمدي لو رحت السعودية هتفضحنا وتتقفش يا سيد تروح السيدة نافيسة السيدة زينب سيدنا الحسين روح امداني الحجاز ليه في لفتين خامشة يا راجل يا جاهل يا امي ده كل ده بادعة بتقول لك بادعة بعدين ده مش هدف مش هدف فيها حاجة انت مش هدف فيها اي حاجة وانت بقى وانت عشان خاطر يعني عشان خاطر تفرجاني على العدة بقى عشان الدنيا تمشي خلاص ازا كنت انت هتديني الفلوس هاخد كلامك ثقة استبيعنا بالاذن بقى انا فردالي بقولك يا درويش بقى تكون بتضحك على الولية دي دي لابش التلاتين سبقى اللي عندها نصهم حيازة سلاح والنص التاني عها مستديمة ايه انت هاي بتخوفتني عنه ولا ايه براقة اه مار في ايه الفلوس هتبقى عنها هتبقى بكر الصباح موجودة ايه يا جدعة انت هترحب امي ايه عن ميس تبقى لتلاتين سنة وعها مستديمة نوع السنة وعها مستديمة في الصبح الفلوس اللي بقى موجودة ايه اه مار خلقا معليش يا لو هاي على الشام اقم درويش وعيش نهو والله والله البحر عزيم من غيرك بطل ام الهاتش ده بقى بطل الهاتش ده وخليك معاقف المشهور المهم اللي حولك عليه لا قابتي انت تطلع على السايبر تخش جوه المكتب بتاعي درجة لي مين تفتحه في نسخة من مفتاح البيت تاخد المفتاح وتطلع البيت على طول تفتح تخش قلت انهم عندي يراب الهدوم والضرفة لي مين تفتحها تحت الغسيل في فلوس بقول لك ايه خمستاشر الف جني خمستاشر الف جني تاخده وبتنزل بيه مع البصة تعمل حواله حواله بردية اه باسم السيد خليفة منصور ابو دونيا ابو دونيا لا مش الصابع بلاش المروح اللي على قلبه اهلك ده نايش البصة فتح الغد الساعة تسعة بالليل خلص مشوارك وديني التمام تنانا عن درويش سلام اخويا سلام صغير انصر ابو دونيا الله ايه لزوم الخمستاشر واحنا كل اللي بيحتاجينه خمسة يعني احنا المشوار اللي احنا فيه ده مش لازم له هم هو رقل ولا ايه اصح بقولك يا خليفة بكرة الصبح ان شاء الله حيجو الخمستاشر الف جني تدي الستة الطهرة دي خمس تلاف ولا عشرة تلاف تانين ترجع هم لي ماشي سلام من غير ما يضربوا ماشي خليفة حض الله عمر معبولي ان شاء الله ماشي جقاد وانه بريق ايه ده ذاكيدvik زي كا دكتور معقولش دكتور انت فتحت في ايه 어쨌든 في ايه؟ امت في ديتين وهوفل في دلت ديات المشه قصدي قصدي مشتاعجل لهيه مش ساجل عشان الظروف يا دكتور ما انت عرف الظروف يا دكتور اللي احنا بنمر بيها اليومين دون ما عليش بقى دكتور استعزنا بقى. استنى بس عم يدروش้اه فان دلوقتي. عم يدروشه فان دلوقتي هو انا اعرفه كن فيلم شوية. ده حاجة في ه الم الغيبة دكتور. لو حيشان اهل بيتها عارف الظروف اللي بمر بها ادعيو له دكتور بقى. استنى اللاب بتاعي فان دلوقتي. الحقيبة تسد علي دوكترة. اه. اللاب بتاعي فان? اللاب بتاعك. lamb بتاعه ما عرفش ادعيوه بقى دكتور. ادعي للاب بتاعي؟ لا اللاب بتاعي. ادعيلك ان انت تاخده يعني شيء الله رايب بس معلش دكتور عشان الظروف على من دول يعني اشوية كده طب انا عايز اللي بتاعي دلوقتي حالا مش كل حاجة دلوقتي بعيش يا دكتور سماحي لانا بحبه يا ابني الكلب بتكلمني انا او الا ايه? انا قاسف يا دكتور بس اول ما شو حضركي هنا في المستشفى حضركي جديد معنا? جديد معك? انا يا ابني دكتور حمدي اشرف ابو شريع استاذ امراضي جامعة سقنسون ده انا سايب مؤتمر عالمي كبير في زنزبار عشان اجي اتبع حالة معالي الوزيرة تقول لي جاي جديد ده انا ده انا بنيتي المستشفى ديه على اكتاف يا ابني انتشبك ايه? انا قاسف دكتور حمدي اللي معرفك يجبك اتفضل دكتور حمدي اتفضل اتفضل نحن نحن نشعي لنبي نحن 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 نشعي ما هم لا حول على أخوة إلا بالله العلي العظيم يا سلام أنني أنا ليس وش نفخة بسم الله على ما عليكي علش يعني يعني لحضرتك كلمتين بس نوع اضطر يعني اضطروا من مشاعرته بس بس مش عارف يعني مش عارف طب صحيك إزاي وأنا مش معقول يعني مش معقول يعني أدخل واخرو كلمة من غير ما أكلم عليك ده أنا عامل جنايتين لحد دلوقتي عشان أوصلك النبي النبي تسحصحي كلمة وتفوق شي بحيات النباشر يا ست الكل يا دكتورة معني كي يعلم ها والدنيا والاخر شو هيا بصي بصي ايبقى بصي الايبادة ولا التبدع مش بتاع حضرتك انا جاي بقى ادي لسعتك بس يعني عايز من حضرتك شهادة حق حضرتك تقولي انت تقولي ايه ده انت انت عالتك صعبة اوه طب ممكن حضرتك ورقة ورقة بخطة حضرتك تقولي موهر موهر يعني ان انا غير مسؤول عن تفجير ما عليك ايه بعد اسدك يعني تكتب ايه مش هاد انا مش هتقدر مش هتقدر اوه طيب قليب على ورقة واكتبها وما عليك ايه تبصم عليها قولت ايه 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 كنت فياسي فيها ايه مش هتفياسي ايه بسم الله الرحمن الرحمن ايه ايه افريت عيني لها افريت اين افريت 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 لاي لاه الا الله انا افريت اه اه عيني لها افريت ايه بس خايميني انتي انتي مكوبسة هقولي حاجة مكوبسة لا اي دا؟ انت مين وبتعملي هنا؟ اه 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 انا انا الدكتور صراحة اصرف ابو سليع جامعة سكون سرون سليب الدكتور صراح مين لو مرة اشوف اكنا في المستشفى؟ ازاي؟ انا الدكتور صراحة بتاع الوزيرة؟ انتو ازاي؟ ازاي؟ ازاي يعني؟ ازاي سيبنا من غير سيكس بالفا لو الشهة؟ مش ممكن سيكس بالف ايه؟ مين انت؟ مش ممكن وفيين مفتاح 18؟ والجنقار؟ والبرور؟ براندو؟ مش ممكن مش ممكن اللي بيحصل دا impossible مين الراجل دا؟ امسكوه لاي خربت ام دا اقر مالها اقر زمان؟ معقول سيبين البلونا؟ هدا عند ساتي الوزيرة با كرام ايها اقرص الا If Zora اقرصوا اقرصوا انا بسجارك انا اقرص nauc – فميارس اوه ا انا تطوروا اشياء طوية انا حاسة ان درويش اتعكش جوه تيفي من بوقك ايه ده؟ تقولت تيفي من بوقك بعدين زعبك حادر وفيه ميانك اخوي؟ بحصور بقى لي ربع ساعة تجنن وعملها بس مش عارف عاملها فين في اللي بقى شيله جوه ده؟ يعيني؟ ايه ده؟ ممنوع ايه بس حضرتك بقول لحيتك انا بنت الوزيرة ازفين جدا يا فانديم فيه حالة طوارق جوه وجلنا تعليمات نية في المستشفى كلها بنت الوزيرة شخصيا ما عرفتش تدخل الشكل اللي باش حيطوق قولك يا نارجيس نعم انسيبيني عاملها في استندور اللي جوه ده؟ ده نحلقها بلا ما تعمل فيها كده خص عليكي نحلقها عند الساعة تسعة حسن مع معجزة؟ اه يلا بسرعة بنت دخل على المحطة مطمنا اشرف شو الاقل بتعملوا ستة نهلة ده هاودينا كلنا في ستين ده يا يا عمهده بقى هتلاقي كمين حسن من كده فين يعني كمين؟ قال الله بس هو اللي ما يكونش عاملينه كمين يا زارع كمبلة تعملينه كارسة خوصة جرماء البشرة اللي جوه ده هلقيش معاك ولعة؟ ساري لا لا ماليش في اللغات اللي شاغل بالك وجاية قابليه بعيتنا عشان اغلق يلا بينا نتكلم وحنا بالدنجل بالدنجل؟ انت مين يا ستانتي؟ فيها بيت ورى صوتك انا جاي اخذك تابل الانهاب شوه قد صوتك لا تحجبيني وانت حويتك مع عشان تطميني وامرت التابع بابا اوكي اوكي لا اسم الله عليك نورا يلا بقى هزياء وتعالي ورايا الله لعود قاوة ده قطلع قنزين مختلق راهي بتطور عشان الله نبي مغاشة معايا مرحاركش ورايا جاهز دفسك يا عجمية ايش بتاع سمسمية؟ بالسلامة واد يا بتاع ها حق اول ما غزك بالعصايا دي تاخد الشنطة في ايدك وطيران على البيت يا الشنطة دي فيها ايه؟ اول ما توصل البيت هتعرف فيها ايه؟ هتعرف تعمل كده؟ انا مش هقولك دي كلمة واحدة اوه؟ اللي عنده بيت زينا هقوله يا عمينا ودي كلمة واحدة؟ ما ليه؟ ما تقوى عليه؟ ماشي مرحينا لأ فين بستة؟ من دلوقتي مش عايزك تلطائب ولا كلمة بتكنا يروح على فوق لو هم مريخة أنا وراه موسيقى موسيقى عربي 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 موسيقى موسيقى خب شوية مش هلقول تسكوتي خالص ايه مالك هتوضي تبص كتير انت هتمشي من هنا وانا همشي من هنا والماكان اللي نقولت لك توقفي في تستاني في الأمير توقفي فيما تتحركيش فاهمة؟ مشي 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 خالواح يمشي ايه ساي ايه حد خرج على البوابة طريق الدهر من هنا يا بيت الحلال ايه كده استاذ وانا جاي ارصان متحمانة وتكلم معك شوية كان لازم تبلغ يعني؟ انا مبلغتش بس اقسم بالله العلي العظيم لوديك في ستين دهية لو ما قلتلي دلوقتي حلان ايه ده ليه براتك اللي كتبتولي في الورقة ويه علاقتك بأمي بالزبط انا ما بيش علاقة بأمك ولا ليه اي حكاية ولا اي رواية انا ممكن اعرفها من ثلاث اربع تيام فات انا كن نزم بي اني لقيت حاجة مسروقة اعتبرتها امانة وقلت اوصلها لصحابها لحد ما رحت للدكتورة في الوزارة وحصلوا لا حصل وعرفت مين بقى انها كانت مسروقة اللي سرقوا جي بحودة بس انا بقى هرشت انه مسروقة عالت اضغط عليها لحد ما قروا اعترف انه لقت الجهاز ده من عربية عند بوابات سكندرية من ساعة الجهاز ده ما هو معايا وبلو الدينة كلها عليها ما عرفش بقى يعني من غير مؤخذ عنيها يعني فلوس الست الدكتورة حلال ولا فيها شبهة نعم معلش معلش بصلي بيدعنك الجهاز ده ما عفرط ما عفرط اول مفتحته مصايب الدنيا كلها تفتحت في وشك مش فاهمة يعني ايه ما عفرط الواجهة 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 عبورة اللي عندنا في الحتة قال لي ان الجهاز ده مرسود من جهاز تاني مرسود؟ مترائب يعني طب هو عارف منينا زا كان مترائب ولا لا ما انا هقولك على كل حاجة هقولك على كل حاجة بس واحدة واحدة كده وديني وقت مرسود 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 هره يكون كربر زا زي rvid زا زا زفت ازي بس افهند نا ا側ه لسا بعد تاني بنسج بتقولي انها كويسة بس اقول قرام المملية متأفل بعد كده اه هو انت لسا مقابطوش حالية مايو ه qualitative ما دام نهلة متواطئة مع الإرهابي اللي بندهر عليها حازم بيه طب وانا إيه اللي خليني أصدق قصة عجيبة بيقولها لي واحد إرهابي هربان من السجن في قضية محاولة اغتيال رئيس جمهورية قصة الإرهابي الهربان ده مش موضحة أنا إيه اللي خليني عرض نفسي للخطورة والمجاسفة دي كلها عشان أجاب لك طب فين الجهاز ماذا؟ الجهاز موجود يا نهرة كسود ومنايل؟ أنت تلع بيه؟ ما تضحك معاك عادي بس؟ فين التاب عادي بس عادي بس عادي بس عادي بس موجود والله موجود حتى بالأبارة لما تفتحيه يبقى صورة والدتك وانت جنبيها طيب ما جيبتهش معاك ليه؟ هجيبه فين فرست المرمضة اللي أنا فيه هجيبه كل الخطورة دي كلها هجيبه ازاي؟ ممكن ندعى مني؟ بص بقى أنا الحاجة الوحيدة اللي تخليني يصدقك أن انت تطلع معايا دلوقتي يقول روحني جيب التعب وتطلع بيه على وزير الداخلية يتحكي له اللي انت حكيتقولي بالتفصيله وبالحرص وهو كافيل بقى أنه هو يبرأك لو انت فعلا بريه ايه ده ايه اللي انت بتوليه ده بس؟ ايه اللي انت بتوليه حضراتك ازاي يعني؟ جنتي لسه قايلة بعقمة لسانك من شوية إن أنا إرهابي ومتهم باقت رئيس الجمهورية أراه له ازاي؟ أراه وزيرت الداخلية ازاي؟ يا ستة يا ستة أنا اللي ناجيني من الموضوع ده حاجة واحدة بس هو الست والدتك عشان كده اقتحمت عليها ودتها في المستشفى اهي بس أنا ما كنتش في أي نية للأزية والله أنا فضلت قاعد معها واتكلم كده واتحدث مع الغتل يعني شوية كده وفائت فائت؟ اه فائت طب وقالت لك ايه؟ ما عرفش يا قالت آآ أنا فائت كده وقعت أين عيني العفرين انت هتحذر بقى ولا ايه؟ والله ما بأهذر ست والدتك بقى أنا بتحذر هي كده شوية وعيني العفرين كل شوية أين عيني العفرين أيها يعني ايه عيني العفرين دي؟ ما عرفش يمكن هلوسة بقى ولا خطرفة ولا كات مكاوبسة ولا حاجة وبعد كنا راحت في النوتان يبقى أنا تحليلي صح يعني بتاع في حاجات مهمة تخص ماما عشان كده في ناس بتحاول تقتلع عشان تاخدوا منهم بص بقى اذا كان في سبب واحد يخليني أثق فيك ففي مية قدامه يخلوني هد السقة دي من فضلك أنا عايز أشوف التاب عشان أعرف إيه اللي عليه بالضبط أنا عجبك التاب وهو كذلك يعني بس يتوقع ديني برضو إنك نوع في جنبي مبقاش فيه اختيار إحنا ما قدام ناشوار إن إحنا نساعد بعض ديني ديني رقم موبايلك عشان لو عوزنا نتقابل عشان نتكلم موسيقى موسيقى بقولك إيه موسيقى وإنتا قلت إيه الماما بالضبط تخليتها تفوق دعت لها دعت لها من قلبي موسيقى 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 حضرتك رجل مشغول وأنا مش عايز أعطلك موسيقى موسيقى درويش درويش مين؟ درويش عبد الربو موسيقى موسيقى الارهابي البلد كنت تتكلم عن من يومين دون؟ يعني حضرتك متعرفوش بشكل شخصي؟ موسيقى موسيقى زي يعرف واحد الارهابي لين؟ موسيقى يعني ما كنتش عاوز تهربو؟ هربو؟ بلاش تهربو؟ كنت عايز تقتلوا؟ موسيقى موسيقى خلي بالك من كلامك كويس موسيقى شكينا هنطول مع بعض مفيش مشكلة موسيقى بلاش درويش فاهيم ايه؟ عرفتك؟ موسيقى مقعدت جنبها شويه قلت ممكن تصحى بس خفتها زيجا موسيقى موكس بلاش hasn't خليم معived موسيقى 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 ليه علشان الموضوع القبض على درويش اه مرفش حد يكلمني بس اكيد لو وصل الحاجة هيقوله طيب انا كنت كنت مفاكرة اكلم اشرف بكرة على اساس يعني ان انا اقوله على موضوع الفايل اللي على التاب يمكن هم يعرفوا يفتحوه فنبقى عرفنا ايه اللي بيحصل اه تمام فهى فهين ده مجرد مخلصاتي بالنسبة لس رجل يعرف مين ياخذ كابا ويحمل ايه الله ده فساد رجال اعمال باقرب goddamn Tiada شكلك تعرفه من زمين عشان تأمينوا عالشغل ده من تحت الطرابيزة اعرفه من زمان اه لكن أمانه دي لأ بس كان لازم أستعين بواحد زي ده بعد ما رجعتني السفر ولما هو حلو كده ما هينتوش عندك ليه في الشركة عيني ما هينتوش علشان ما جيش واحد زي حضرتك يسألني الأسئلة اللي بتسألها دي على إذنك بتسألهم بالله يا صاحب مكلشي مش واصق في ازاي بس مش واصق في خليفة منواصق في خليفة زي كده متعلق سقط المدربين بتقاقرة في العيب حريف بس نازم يجيلو مزاج عشان يلعب طبناها قاعد المزاجة كخليفة وترجع سالم غانم يا رب يا رب يا بني يا بني شهاد صلصة وشهاد شاطك يلقات واسه ما تشحش ايدك يلا عن عيه كبير فضل فت قال لي شكر الله 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 اللا الله 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 اللا الله هو انت انت ولا انت مش انت ولا نبستها ياقلي. نبستها ياقلي انا مش. لا انت ورحمة سيدي البليبن انت. سيدة تمينة البليبن ياقلي هيا ايه ايه الشمس السياحة دملك ولا ايه. اه والله الشمس لا. الشمس ايه احنا بالليل? وانا اتاه عنك انت عم صابر صح? اه اه اعم صابر اه. طبعا عمك صابر. عمك صابر. انت عم صابر. عم الوقت صبر صاحبي. ها? صبورة. ايه صبورة. صبورة. انا عم صبور. ايه. ده انا ربيه وهو طفل رضيع. بس صبورة ما كانش طفل رضيع. يا سلامه ما كان ايه. ده نزل زي البغلي كده وامو ماشهرين امو من عليه. يا ها. يا ها. انت اي على انت ان انت بتغلط فامو صابر. لا والله. العظيم مقصود اقسم بالله. والله مقصود. ايها جدعان. والله مقصود. ايها جدعان. تغلط فامو شابر. طب حقك علي. حقك علي. حقك علي. انا استهل ضرب كازمة. والحساب عندي. ايه? حيث كده بقى عملي طبق دبل الدبل وكتر المكارونة. المهللة دهنة الوزير فت عليها 24 ساعة. كده هنلبس العاملة اللي عملناها. والوزير هيتغير فقه وتعدي الوزارة. والله كنت بحبه. كنت بحبه. مش عايز تبقى ناعته على عيدي. اعرف اللي يغس في الموضوع. ان كل ما تسنوا حد فيهم يقولك. والله انا مش فهم انت بتتكلم عن ايه. زي ما كونست وانا وكلهم حافظوها سوا. بقولك ايه. انا ايه بدي قلوم الارهاب. اخدوا هلم كل العلم الوسخة دي وهدي عاطل على باطل. جامد. طب وبعد ما تدي عاطل على باطل. احتعمل بهم ايه? اتلمهم ليه? يا عم فهمي. اللي زي امجد ديب او قدها من الاستاس عب حتى حزم درقام دولهم مش هفقات. هيعرفوا يطلعوا منها زي الشعرة من العجينة وهيقلبوا الدنيا. والمشكلة كمان مفيش اي حاجة عليهم. طول ما هم برا كده احسن كتير. طول ما هم برا يا ابو تحت ضغط. مع الضغط كل حركة بغلطة. ودف مصلحتنا. احنا بس شطرتنا نفضل محافظين عليهم تحت عن هنا. مفيش وقت مفيش وقت كل اللي بتحكي فيه ده. احنا لو تحبقتنا بلاغ تاني زي التع درويش ده. هنلبس طرح هتلم كلنا وهيوم في ستين ده يا. لعنك على حسي بسم الترياش علي. انا حاسر الاسمه درويش ده هو اللي عامل البلاغي الاخير بنفسه. اه افتكر. اه افتكر. الراحة ده كل شابس بيته انه ذاكي جدا. هي الحركة الاخيرة دي ممكن تبقى عاملة زي بلونة اختبار. عايد شوف الاضيات قفلت. ولا احنا لسا وراها ولا لأ ولا يلي بيحصل. شكلك مش بصدقني. شوية. مازي رجلك كده. افكر. ده اللي انت مركز فيه. معلش اناس في ستين مقدم. افضل فكر تاني. مه؟ مه؟ عملت اي؟ اي؟ اشنا اي؟؟ فيلم خوفك. افش أنا بقى عندي جديد. أنا بقى عندي جديد. الله فضل. أهلاً أفقد. ما لك؟ لونك مخطوف كده ليه على؟ أنت ليه ما قلت ليش؟ ما قلت لك شيء. ما قلت لك شيء نجرويش؟ ولا ما قلت لك شيء نتأبض عليها؟ أنا مش فاهم. أنت قلت لي زمان أنك هربت من السجن عشان تبدو مظلوم. تبدو دلوقتي. مرضو مظلوم. مظلوم إزاي أنت متحم من بالصور في تفجير موقف الوزيرة. وإرهابه. كله ظلم. والله العظيم تلاتة كله ظلم. تعافت. تعال أطمع فوق. أنا هفاهمك على كل حاجة. تعال أبي. تعال. دي كل حكايتها فؤاد. ويعلم ربنا. شوف يعلم ربنا فؤاد. اللي محد اسمحها من أولها لأخيرها على بعضها كما. فأنا كنت. طيب بعدين عم فضل. هو اللي أقول لك عم درويش. قالوا لنا زمان اللي يخاف من العفريت يطلع. وانت عيشت عمرك كله ما بتخافش. بس فضل بقاش عفريت. فضل رجع تاني. عايش زي وزيك. موجود في الحياة. إحنا اللي ممكن نخليه معوجود. وإحنا كمان اللي ممكن نخليه عفريت. وانت عملتها زمان. انت بسحت أي ورقة لها علاقة بظهير الملاعة. النهاردة ممكن تتخلص من فضل بنفس الطريقة. نفس الفكرة. نفس اللي عملته زمان هتعمله داني. انت محتاج تمسح فضلنا على وش الدنيا. وتحولوا العفريت. ساعتها مش هيفضل غير الإرهابي اللي اسمه درويش. ومهما عمل. عمره محدة هيصدق ان العفريت موجود. بائعوة هيصدقان استم específicة الإرهابي. أرد مجرد بصور مجرد. وعندسي قبل استمحهوا. وأرد مجرد. طرين سوالا. فاترين. ايوه ايوه ايه يا عم فاضل في ايه تطلعت شاقيتها فؤاد لا والله يا عم فاضل ما في حال حسرت ولا ايه الشاقة مقلوبة في حاجات اتاخدت وحاجات اتكسرت من اخر كده في حد كان بيدور علي يبقى اكيد هو هو مين؟ زهير انا مبرحة شوف توقف قدام العمارة واقف في الشارع زهير يعني زهير ما اسمه امجد الديب ما عرفش بس العربية متسجلة بالاسم ده وانا شوفت هو جوالي هو زهير انا عرفت عشان شوفت له صورة وسط صورة ابوها القديم طبه العمل ايه ده اسمعي يا راجل انت حنا عندينا مشاكل واللي فينا مكفينا ماروع ماروع توقف احنا كنا عاديت في حالنا احنا هاي يهه اللي اتجعل لنا دول ومعادينا احنا مش عادي امجد الديب امجد الديب اتلم يا بيت! اتتلم يا بيت! عطور بيكو تيكي بجنسك كمان! اعمل يا أخوات! اعمل! صغيرة عطور بيعمل يا ليلة! اعمل يا أخوات! مروش أسع يا رايز! لدي، امي لا دفع أشبه سلبس musk دyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy в ท مقابلة خالص ولا هتكون هنا ده انا كنت معدي من هنا قلت ايجي اقول لك انا معدي المقابلة اللي بجيت ده من ان سيادتك مطردش عالدري فون والمقابلة هي ان شاء الله بخصوص ايه؟ بكرة بكرة لما تشرفنا في الجهاز هتعرف كل حاجة وتسمع كل اللي تحلم بيه اهلا بحضرتك جيت هلما سهلا بيك؟ ما هتخلص الموضوع هنا ولا انت عاوز اقاره لك؟ ما فيش حاجة هتبقى هنا ده استدعى في رسمك اه آسف اصدري ملو الراجل هربي عم يدبي اه 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 كويس كويس بينزاق اخر لحظة بس بأيت العملية تمت طابل الحمد لله على الاعلى المم點ين واصلني المعلمنة هاكلمك بعدين مع السلام ساكله وخور حالو اه ان شاء الله كبر حالو اه ان شاء الله المعات بكرة امت في الجهاز؟ امانية الصبح قوليني تأخر كده نعم إن شاء الله تمني أن الخامسة هكون عندك في الجهاز من كم يوم بس اللي عرفته عنه أغرب من اللي عرفته عمري كله أنا في الأول كنت فاكراً يفاهماه بس كل ما الوقت كان بيعتني بحسيني لسه معرفوش في اللحظة اللي كنت بتوقع منه خطوة كان بيفجئني بخطوة تانية زي ما يكون مصمم يبقى لغزم محدش يعرف يحل يزيك يا نعم لحد من يومين فاتوا بس كنت فاكر إن رقابتي مش مطلوبة غير للداخلية والناس بتعتاب لكن اللي عرفته بعد كده هو اللي خلاني جيتلك دلوقتي سقير زهير أيوة زهير الملاع اللي كنا فاكرين إنه اختفى من الدنيا لا 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 مختفاش دعاش هو متسطر ورا اسمه واحد تاني ورا صورة رجل أعمال كبير اسمه أمجد ديب ما اسمعتيش عنه أول مرة اسمع الاسم ده يعني أنت متأكد؟ زي ما أنا متأكد إنه شايفك بعناية ده اتنين دول متأكدت إزاي؟ مبالع بعتلي بلطقية عشان يخلصوا علي في بيتي السكاكيلي وعرفت منين إنه هو اللي بعته؟ عرفت عرفت يا نعمة وتأكد طب أنت عايز مني أنا أي دلوقتي؟ زمان لما قربت من السجن عادت أدور عليه ملقيت لهش أثر يمكن لو كنت عطرت عليه ساعتها كنت كنت استكفيت إن أسأله سؤال واحد بس هو عمل فيه كده ليه؟ لكن بقى ربنا سبحانه وتعالى طول في عمره وأظهر من تاني أصلك إيه؟ عايز تقتله؟ لو أطوله بأداية دي أعملها لكن أنا عندي حاجة تانية أبدا أبدا بكتير أنا عاوز أشيل الغطى من عليه وأثبت للناس إن ده زؤير الملاح عشان أرجع أنا تاني فضل الغول وأنتي اللي هتساعديني في ده يا نعمل أنا؟ أيوة أنتي لازم تشهدي إن أمجد الديب هو زهير الملاحة نعمل أنا لو كان معايا ورقة فيها اسمه الحقيقي وختم النصر كنت تستكفيد بيها ولو كان ممكن أعرف حد ممكن يشهد إن أمجد هو زهير ما كنتش كتلك لكن للأسف ما فيش حد قدامي غيرك يا نعمة أنا ممكن أن أفزلك اللي أنت عايزه وأشهد معك بس وبعدين تفتكر لما تدخلني أنا بالذات في موضوع زي ده إيه اللي ممكن يحصل بعد كده إيه؟ خايفة منه؟ لا خايفة على طارق ومستغربة أن أنت مش خايف عليه زي طارق أيوة طارق زهير لو عرف إن أنا وقفت معاك في موضوع زي ده مش هيسيبنا في حالنا زهير لما كان بيشتغل محاسب في شركة فراغ في الزكاكين عمل اللي عمله معاك زمان تفتكر يعني إنه هيعجز وهو رجل أعمال كبير زي ما أنت بتقول إنه يخلص علي أنا وابنك وحتى لو ما عملش فينا حاجة مجرد دخولي أنا في موضوع زي ده مش في مصلحة طارق يا فاضي أنت فضلت بعيدة عن طارق عشرين سنة بالرضاق عشان ما يعرفش إن أبو كان مجرم ليه عايز تهدد كله دلوقتي؟ ليه عايز تشيله عارق عشان طارق قديمة؟ أنت عارف إن طارق فرحه بعد شهر؟ وعارف حينسب مين؟ مش مهم حينسب مين؟ لكن نسايبه لو عرفوا الموضوع ده حيبقى وضعه إزاي؟ طب أنا أعمل إيه؟ بلات كده معناها يعني كل السكة كتقفلت في أشي أنت اللي بتدخر نفسك في حرات مسدودة يا فاضي أنت قدرت تعيش عشرين سنة هربان مش صعب إنك أنت تكمل كده؟ كان إيه؟ حاوزاني أغرب تاني يا نعمة؟ لو عندك حل تاني ما يضرش طارق أعملوا من ده؟ كان إم تده؟ ده في المعرض عند ريهان مياه كنتش هاي لهم اجتماع النقاب كان نموكي قالولك إن المشكلة تحلت والاجتماع تلغت من كتر فرحتي وقررت تشتري أخي اللي وحتين عند ريهان في المعرض هيا دي ريهان مش كده؟ أيوة هي دي ريهان وده الرجل للشارع اللوحة اللي أنت كنت عايزاها أيوة حبيبتي هو ده أنا تعبالي تعبالي خلاص دماغي مش قادرة طب خلاص 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 أنا أسف حقك علي بس أعايز أسألك عن حاجة تعرفي واحد اسمه زين السعدي؟ مين ده؟ ده واحد عندك على الفيسبوك بعتلي يسأل عنك مش فاكرة مش فاكرة مش فاكرة بقوا مش فاكرة مش فاكرة خلاص حبيبتي خلاص أنا أسف حقك علي خلاص ريحي خيري مدامنا شكرا تنداع لي مش فاكرة مش فاكرة مش حاسة إن مام بتتحسن بسرعة احنا ما قلناش إنها تتحسن بسرعة مهم إنها بتتحسن هي دلوقتي بقيت عرفاكي وعرفة كل الناس القريبين منها وعرفة كب تشتغل إيه في معلومات كتير أساسية بقت موجودة إنما التفاصيل هتيجي بعدين بعدين إمتى؟ دي حاجة بترجع بقى يعني لربنا دي بتفرق من حالة للتانية يعني مقدرش أقولك معايد معينة وإنت بصراحة تجي بتظلمي نفسك وبتظلميها جداً لو عاتي تحسبيها بالساعة وبعين خلي بالك وارد جداً تفاصيل معينة تفضلتها بابا؟ شوفت الفيديو؟ شوفت الفيديوز فريد طب إيه؟ تكلم يا فريد حلل عندك وخلصني أنا قلق عليك هو في علاقة من درويش عبد الرب وفضل سيد الهوز فيش أي علاقة من أي معبلة تين دول أنا قلبي عندك وخاف عليك وعايز أقولك حاجتين أولاً البيت ده قتل فيه اتنين أول أول مبارح وثانياً الراجل اللي كان بيدرب نار صرته متصور وواضحة جداً في الفيديو تلاتة؟ أنا أرحب ممت تلاتة أكيد درويش هو اللي قتل لتنين دول الله هو إيه اللي مخاليك متأكد قوي جداً هو واضحة يا سادت اللي هو لو ما كبسنا عليه فضل اللابت في البيت أول ما بدأ اتحرج الراجل وامراته حسوا بيه خافي بلغوا قتل طب إذا كان كده بقى مين الراجل اللي اشتبك معاه في الفيديو وضروع عليه النار وارد جداً يكون حد من الأهالي اشتبك فيه وهو خارج لا 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 دا لو كان دا حصل يا حبيبي كان ملق الدنيا غاغا وقعد يقول أنا اللي هو قابت الإرهابي أنا اللي هو قابت الإرهابي لا 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 قضية دي مليانة تفرعات أعصاب ما تستعجلش ما تستعجلش أبداً في الاستنتاجات أعصاب عارف؟ هاي قولي بقى وصلت لإيه في قضية تأشيرة اليونان بتاعة أمجد الدين الله يفي حسب آخر معاد المفروض ورده عليها بكرة كويس حسام عارف رجل عالتعريف السابق الغอนقيد حضرتك القضية فيها تفرعات كتير جداً ودي بعض من الفاته المهمية دا ملق في أمجد الدين ودا ملق في حازم درغان ودا أدهم الأساس لا حضرتك في الملف درويش ده ليه مني فترس لا إله أهل الله انت بقللي بالكلام ده في طباغك قبل ما تقوله درويش طبعنا ديه انا عاوز ايه عاوز اثبت اني بريد وعاوز اثبت اني مش ارهابي كمه بعدين يفردوا ان انا عرفت اعمل كده وانا حافظة برضو طول عمري مداري وحافظة طول عمري هرباني تقريب زمان عشان مكانش عندك حل غير كده طب ايه الحل التاني ما انا قدامكم اهو واخدها جاري وتنطيق من شارع لحارة ومن بيت لبيت وكل حتة بروحها بحق اللي فيها زنبك ايه انت خديفة زنبك ايه انت بعد ما قعدت عشر سنين تنضف في نفسك اجيلك انا بالبال والمسياحة اللي انا فيها دي ووسخك فيها معايا وانت ما يعني ايه لزوم الشحتاطة والمرمطة اللي انا حطك فيها معايا دي وانت عندك بيتك وعندك دكانك وعندك بيتك وجز بيتك وكافيين خيرك وشركك زنبك ايه وزنب ايه السيت اللي جوا دي من عارف المصايب هتخبط على باب بيتها امتى والاجهة من كده بقى ان في بلاوي ممكن تطول ناس انا دفانتي نفسي بالحياة عشان خايف عليهم طب اعمل ايه لازمته ايه طب انا لازم اخرب داني هو ده لحد الوحيد استبينا لو وافق داك تعرف هتعمل الكلام ده ازاي ده بقى اللي اجهبكو فيه وربنا سبحانه وتعالى انا ما كنتش كده يا مهل ما كنتش كده انا كان الليل قبل ما ازل سواده عالدوني يعمل لي الف حساب انا اللي كان يفكر يسن سنانه عليا كنت ابلح حاله قبل ما افتح بقه ولما جي الوقتي اللي بقول يا حيطة داريني لقيت القرود بتتمطط على كتافي الله كنت كان فيه دك تعمل ايه بس يا صاحبي وما عملتوش انا ما عملتش حاجة انا ما عملتش حاجة انا بتحرك زي الجرس ما بيرنش غير لما يتقى عليه ايوه بتفكر فيه دلوقتي يا درويش مش درويش اللي حيفكر فضل الغول هو اللي حيفكر وينفز فضل الغول هو اللي حيدرب لا بيفديش الضرب الراجل دخل على الثمانين اخذ الحاكم في ثلاث سنينة عشان كان متسطر على درويش ويتين تانين بعد حدث السلاة اطبط عليهم عنه وبعد مخرج بالستيك ما خلاص هو ايه اللي مش عايز اسمح قصة حياته شوف الفرق شوف الفرق انا مش عايزك تطول عندنا ماحنا وقتنا يسمح من انت حمل البهدلة هم كلمتين ورد خطاقهم همه هم همه 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 وممكن تقول انت بتضحك علي ايه اصلي لما سمعت عن حادثة الوزيرة دي وعرفت انكم اتهمين درويش وشوفت كمان الصور اللي انتو نشرتوها قلت استنى استنى أشوف الحدوتة العجيبة دي هتخلص على إيه؟ أنا كنت فاكر إنكم بتلبسوا أي حد لأي اسم عشان تلهوا الناس وخلاص لكن لما شرفتوني بالزيارة وجبتوني هنا فهمت أنت غلاب أبديه وبعدين يا فرج وبعدين ما تتكلم عيدلي وتقول كلام مفهوم حاضر حاضر ياب حقول لك كلام مفهوم درويش عبد الربو اللي أنا عرفته من أربعين سنة واللي سجنتوه زمان مش هو درويش عبد الربو اللي أنتو بتدوروا عليه دلوقت يعني إيه؟ أفهم من كده أنك مش هتهرب؟ أنا مش حد يدهر إلى النارة معي أنا لازم أواجه الله أمو البسبور بسبور اللي خلي فتتش المقق عين أمه فيه خلاص هنلغيه خليه مقق عينه ما أنا عاوزه يا محمد الله طفحهمي نوع على إيه؟ لا أجيب داك زهير الأرض أمي ما يجيب داكي أيها صاحب بس زهير دا عرفه أنا وين كناس إنما اللي قدام الناس أمجل به الدين والدير المضيف الوسخ هيفضل طول عمره وسخ وزهير ما نضيفش يعني لما غير اسمه من زهير الأمجل ولا انت فاكد يعني عشان خاطر المليون جني اللي تلع بيهم العملية زمان هما دولة الكابلين أصحى مان أصحى أنا لازم أن أخر براه وما وقعت زمير هوقع أمجد وأنا معاك يا صاحب بحيات اليام السودان عشناها مع بعض السامن ما هسيبك أنا ما تبرد ضارك من ابن الكلب طول عمرك أخ ورجولة ما طول عمرك أخ ورجولة أنا عاز فلوسة ما بحيات اليام اللي عشناها لو أنت على المرش كتفي بكتفي كده ما هسيبك أمداً أبنى يا كرمة أبنى يا كرمة بقولك رجولة طول عمرك رجولة أنا محتاج لفلوسة ما رحمة أمي وأمك زهير دوت لخلوه قد كده قدامك انت رمها ما بقولك محتاج فلوسة يا جدعة وأنا بقالي ساعة ما لا لغوش على مسألة الفلوس دي أجيب لك منين ما انت عارفت جيره غطاء الواطي واطي الواطي واطي الواطي هنتي لفولك لفولك هاي ستاقلقني مخلص اخلص 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 خي اخي يا ربي قم فك حصرك قم فك حصرك قم فك حصرك قم فك حصرك عايز فنيوسة جدع قوضي حسان قولي بقى يا سيدي ايه اخبار قضية عزيزة الصحة الله يا فندم مش هعرف هو اللي معليك ايه الموضوع معقرب شقية اتشافت حاجة مهمة هي اللي خليتني اجل معليك النهاردة ويه هي بقى دي صورة درويش عبدربو اللي بنتور عليها اللي الزملاء طلعوها من الملف بتاعه اللي فقرشي في السجن الحقيقة فندم لما دورت وراه ووصلت للناس اللي كانوا شغالين معا زمان ايام قضية اسادات كلهم اكدوا لي ان درويش عبدربو الكتيان شخص تاني خالص ايش اللي موجود في الصورة دي شخص تاني ازاي شخص تاني يا فدل ايش هو ده انا وصلت الاثنين من اهم الناس اللي كانوا يعرفون اكدوا لي نفس الكلام ان مش ده درويش عبدربو الكتيان وانه المفروض ندور على درويش الاصلي اللي هو في الصورة دي سياتك درويش عبدربو الكتيان الحقيقية انت هاتفرج يا حسن يعني ايه الكلام ده يا فندم ممكن جدا يكون واحد منهم منتح الشخصية التاني اوي يا جوز اوي يا جوز ايه يا حسن وانت اللي هجيبه اعساق يطلع بقى عبد كريم درويش ويطلع زفت جن ازرق نجيبه الاول وبعدين نهد رأي العام وبعدين بعدك هنشوف العاكة انت بتتكلم فيه ده فاهم يا حسن؟ ايه مارك ايه مارك ايه مارك دكتور جينوان موزود نجيل واش هنبيونه كده برده انا خلص رتبت كل شي لبكرة قبل طلوع الفجر بدكونوا بيصيدة في مركب رح يخدكون على مطرح امن لهنيك ومن هونيك بتروحوا على اليونان حلو قوي وبنزو يا بقى لدخول أنا السويد توصلوا على اليونان بالأول وبعدين كل شي بيكون مسهل الحمد لله طبعا من غير مؤخذ يعني ممكن الترتيب ده يتغير شوية ونطلع كلنا منه كسبانين يا نهر إيه السويد واه المصيب أنه أنا عارف أنت متفكر فيه يا ابني أنت مش فاهم حاجة يا ابني ما تخافش مني أنا لو علي أعمل لك تمثال عشان علمك اللي عايز تسخره عشان راحت الناس لحظة تغيير شو بدك تعمله العداوة اللي بين سيادتك وبين أبو فراس مسماعة في البلد جامد شو خصك بينه وبين أبو فراس؟ تقبرني تقبرني يا عمي يا عمي إيه ده روّق روّق شوية رد علي من أصغر صغر لأكبر شاخ بلبنان بيعرف شو فيه بين الياز جي وابو فراس مثل السقر عنكم بالصعيد حلو قوي يعني مفيش حد في البلد يقدر يصدع ان انت ممكن انت وأبو فراس تتفق على مصلحك لك بالطربة استمع على الأرض و هشي ما بيصير قل لي شو بدك؟ أنا عايزكم بقى تتفقوا مع بعض شو؟ اهدى 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 دكتور بلاش بلاش تنفق فريشك وتحمر في عنيك واسمع كلام للأخ اهدى اهدى بس دلوقتي احنا عايزين دلوقتي ده لروح سليم والدكتورة تبعد عن أي خطر وقبل كل حاجة ابني يبقى فامان محدش يمسش شعرة من راسه وعشان ده يحصل لازم يبقى فيه طعم طعم كبير يبلعه للحيوان اللي اسمه أسعد ده التالي الطعم ده مفيش أكبر من صنعة العداوة اللي بينك وبينه بفراس يا درويش انت مش فاهم انت بتطلب ايه؟ انا فاهم وعشان كده بطلب انا لا عايزك تكلمه ولا تقعد معاه ولا يحصل بينك وبينه أي حوار طيب شو بدك؟ انا عايزك تهديني بعدودك اه وتسيبي البقى علي انا هلو ايوة كريم باشا ايه ده درويش؟ هتتكلم من ايه؟ لا انا لسه في لبنان لا الدنيا توحلت اكتر من اول بكتير والوحلة المرة دي مش هنعرفه نخرجه منها بلدي كده زي كل مرة يعني ايه؟ يعني لازم اخرج شارعي عشان اامن ابني واامن كل الناس اللي موروطة معايا في العكة دي شارعي؟ ازاي يعني؟ انا عاوزك تبعاته حد عشان يقبض علي ايه حسان باشا مش عايز تقبض علي درويش؟ تعيزنا نحط ايدنا في ايد مجرم هربان ونتعاون مع اتنين مع تاولة المافيا في لبنان بقولك يا باشا ده الحل الوحيد لو عايزين نقفل قضية الوزيرة دي بكت القضية دي مش بوكة تلات اطراف الطرف الاولاني منتصر مساعد الوزير الطرف التاني حازم جزب انت الوزيرة الطرف التالت اسعد بتاع شركة الادوية الطرفين الاوليين متهالي اتكشفوا خلاص بعد حكاية موت ادع الطرف التالت بقى هو الاهم مصدقني مش هنعرف نظبوط المتلبس غير بالطريقة اللي وقتلك عليها الطريقة الاستورية دي تفترض ان الياسجي وابو فراس هيتعاونوا مع الامنين اللبناني بالزبط كده يا باشا كده كده الاتنين مش هزهروا في الصورة لهم ولا رجالتهم واللي هيبلى اسعد ان ابو فراس هجم برجالته على الهنجر بتاع اليازجي لكن اللي هيحصل ان اليازجي هيسلم الهنجر لرجالت الامن عشان يزبطوا متلبس ما هو ببعا وسط اثبيت كبير ما بين الداخلية والخارجية والانتربول موسام باشا انا متأكد لو انت اقتنعت هتراتب كل حاجة موسام موسام الاساب الاجتماع جوه مش هوصيك الامن اللبناني وافق على التنصيق انتهرتك بعد ساعتين اول ما هتوصل هناك هكياء حد من الصفارها مستنيك هو هنصك معاك هو الانتربول تمام معلك خلي بالك يا حسام الموضوع الصهد وصل لأعلى مستوى المطلوب ترجع بالباحث ونهلم انت الوزيرة سلام يا حسام يا فندم ما تلقش ان شاء الله حيبقوا بعد عن اي خطر المهم نجيب الاسمه يا سعد لو درويش درويش يا حسام لازم الحدود دي تتقفل ونهل القصة دينا هائل مفهوم يا فندم يلا ربنا معاك قول لي يا حسام ليتنسوا الباط موقفين على العمل دول كانوا مكملين لوحدهم ولا كانوا منصقين معاك منصقين معايا يا فندم مع السلام يا حسام رب دا معاك يا محاك اخر حاجة اتوقحها اني اقابلك هنا خلاص احنا عدينا حدود الخيال يا حسان باشا مش حسان باشا برضو انتو التلاتة هتطلعوا من هنا على المطار على كل الظرف ده فيه الباسبورات بتاعتكم الباسبورات دي باسماء تانية خالص غير اسماءكم الحقيقية عشان رجالة اسعد في المطار ما عارفوش ان انتو سفرتو يعني يعني الباسبور ده مضروب مدي ييدك يا ابني ده من غير مؤخزة الحكومة هي اللي ضربها يعني انضف من الباسبور القصدي بتاعك بكتير هتشوف افتح كنا وشوف صورتك اهو انضف انضف كتير طيب سوري معليه بس انا ليه بده تسافر عمصر شو اللي بعد شغل هونيك سيادتك يا دكتورة شهادتك مطلوبة ضروري جدا في مصر عشان القضية دي تتقفل تماما الله الله بس الترتيبات بتاعتنا تمشي زي ما احنا عايزين ان شاء الله بلا يو كل شي تم على خير مو رب طامنيني بستوصالي على مصر اكيد مرسي كتير مدي مباشر بده يلا مرسي عكل شي يلا يلا باي باي مرسي باي زكا بفرص الامن خلاص بقى معانا تمام التمام ناقص بس نرمو الطاقم الاسعد هقابله بكرة هات لشوف شو الجديد اللي ما بينفع تحكيه على التليفون شوف نحنا اول مرة نتقابل انما اللي بدي اياك تعرفوا عني اني رجل عملي وما بحب ضيع وقتي بلدكم شقوقها كتيرة ومعرفهاش غل ناسها وانا رجل غريب هنا فيش حد في ظهرك الواحد بس وقى في سنة ظهري وسنة خطوتي ولما حقيت له قال لي على شوات حاجات والدفاقات لازم يتفق معك عليها ومن هو يا ايدي الشخصة ده ابو فراس ما تقل لي انك بتعرف ابو فراس وابو فراس بيعرفك اول مفروض انك تتكلم معاه وتتفهم معاه احسن ايه ليلا؟ ايه ليلا؟ ايه 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 الوضع وبيتصل فينا وبنتحرك كده برضو جهاز امني واضح بش انت مين عقيد حسام عقرب الامن الوطني المصر عاوزك كده تهدى وتعقل وتقول للرجال اللي وراك دي تنزل السلاح اللي في اديها عشان افاهمك ازاي ده حصل جيت هنا وهنا لفيت شرق وغرب ونطيت من فوق لتحت في الاخر جيت لي برجلك لعضاك محدش بيهرب من القضاء ويعالم مين اللي جايب التاني القضاء يا زهير يا ملاح لسه متشعلق في اسمي زهير القصة من اول الاخر بين فضل وزهير ايه وعدكم متعلق بالورقة اللي مع نعمة نعمة الورقة دي مش هتلحق تعمل بيها حاجة لأنا كنت هربان بيمي هربت كتير لكن اللي لدي جيت لاخر اللي لدي مش اخر اللي لدي هتبقى بداية اللي حساب طويل بقى له اكتر من خمسة وعشرين سنة مفتوح مش بس على حساب دمي اللي حاولت تهدره مرتين بجبنك وخبسك فحطيت ايدك في ايد الموت ومشيت في طريق الموت وهضرت دم ناس كتير ملهاش اي زم من اول دم عبد الماحي وفؤاد ومراته لحد دم شوق السباعي ازا هتعمل فيه عملات وتجبها في الدم في دم النزي كل لها فرقة بتكتة انت اللي جريتهم في رجليك واستخبيت هراهم عشان تهرب مني انا عمري ما عربت منك انا طول عمري بادور عليك انا طول عمري بادور عليك من اول ما عربت من السجن وانا بادور عليك في كل حتة بادور عليك في وشوش الناس القريب والغريب بنكت عليكتو بالارض بخبط على كل البيوت غرض اني وشي يبقى في وشك واعرف منك ليه خنتيني قبل مقبض روحك الخيال اللي ضرب فيك ضرب في عقلك وقلبك وبيتتك كلها علشان اعتدقت على حرمة صاحبك حرمة الصاحب انت اللي نهجتها لما طمعت ورفعت سلاحك عليها حرمة الصاحب لما حد يعتدي عليها الموت أرحمك ولا كنت تباكل الهكايتك الوسخة مع الكلبة اللي كنت بتجوزها هتستخبى للآخر انت دماغك هبت منك والعرق الوساخ اللي جواك متخليك تهلفت بقى اي كلام طول عمرها امراتك عايزة ست صلنا شرفها وانا اعمل ما بصيت له عرضي الغريب عشان ابص لعرض صحبي الكلام ده كان ممكن اصدقه لو سمعت من واحدة اي كلامه لكن انا بسمعته من واحدة كانت عايشت عن سقف بيتك راضي امراتي هي اللي قالتلك ان اخنتك راسي قبيل رازلتك الستة طيبة وانت كنت بغميها اللي قالت له اختها اللي بشافت وعرفت قذرتك ووسقتك ودارت عني وعنها نعمة اخت راضي امراتي انت بتقول ايه؟ تقول اللي كان لازم تسمعه قبل ما اقتلك وابد روح مش عشان اريحت او افهمك لا خمسة وعشرين سنة وانا كان في قلبي غصة لاني كان لازم اقولك قبل ما اقتلك حقيت وسقتك واخيلتك ونزلتك علشان لما تطلق مني ارحمك ارحمك مش الموضوع انتهى خلاص حتى هم تبقى ترقص نبدأك بدخول يخال شو تعرفوا الحكاية ممكن تبقى أحلى كتير نجال وصاصة في نارك ايه يا تار هو انت مش هتروح مكتبك النهاردة برضو ماليش نفس وحتفضل كده لحد إمتى يا حبيبي اللي مقدرة اللي انت فت فيه ده كانت صعب وخطير بس الموضوع خلص خلاص خلص ازاي؟ انا بسه مش فاهم اي حاجة مش الامن فاهمك على كل حاجة المشكلة ان اللي الامن فاهمولي ده هو اللي حيارني اكتر ايه بس اللي محيارك مش هم قالولك انك انت اتخطفت لانهم كانوا فاكرين ان الملف الزفت ده معاك ودرويش اللي جابه غراي وفاداني بنفسه ليه وقام جديد دي بنفسه كان عايز يقتلنا ناليه طرق دي قضية كبيرة قوي واكيد مليانة اسرار ماينفحش يقولك على كل حاجة الاسئال انا بسألها دي ما تخصش القضية خلص دي تخصيني انا صباح الخير صباح 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 عيه مدام مي اللي باعت الوردة ده؟ ده واحد جيه صبح بيقوله انه هو متعرف امني تتديم قوام نعم احمق قوام رilian ا Lederman انا Jesús bail انا شاهد انا حطف انا أحطف انا انا αنا انا لست انا تنا DISCO اشتركوا في القناة 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 هتبقى رصاصة رحمة ما تستهلش تتوسخ بدمك انا هسقيك من نفسك كاسي لسه اتي لختك وحقول لطارق على حقيقتك وحقول له وسايتها بقى هيعرف ياخد بطارق امه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صاحب الصابر اللي عرفوا من زمان انت ايه بقى؟ انا رجل غريب وعشت طول عمري غريب فاتمنى من ربنا في يوم الايام اني قربني من حتى مني ترد فيها الروح انا مش عام حالي صدقني يا ابني انا اكتر هام في حياتي اني افهم الكلام رسمت في دماغي الف كلمة عشان اقولها لك وحيلت نفسي على الف طريقة للكلام لكن يظهر ان اني ساعة البوح بيبقى لها عيدة بتعيد النسانة بسمة هالي يعني بعد اللي شفته معك من حق عليك انك تفهم من حق يبقى فهم حفظة حفظة في حاجة صارة اوه مستي دي اه واحنا وصنع معنش صارة خطبتة هشوفها عايزة ايه هرجع لك على طول موسيقى برضو ما قدرتش اقول له وعمر ما حقدر لو قلت له انا اللي هفرح هاخدف هضمي ودفي قلبي بضمته بس بعد الهضم هيتفتح باب السؤال والسؤال هيجيب سؤال لحد ما يعرف التاريخ الاسود للغول المتشعبط في اسمه ساعتها الحقيقة هتمرر له حياته وتحنيله دهره وتكسره الكفارة مكنتش في الغادر ولا في القروب الكفارة كانت في وقفتي خزيان وصاد ابني وانا عاجز اقول له اني ابوه هو دا عدلك يا رب على اللي فات وانا راضي وطمعان في الباه من عمري اني ادوق رحمتك موسيقى موسيقى موسيقى